بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا طلابنا الكرام طلاب الصف الثامن مع درس جديد من دروس اللغة العربية ومهارة الكتابة هذا الدرس بعنوان ظاهرة اهتمام الدول بإعادة التدوير يتيك على جزئين هذا هو الجزء الثاني منه أهداف الدرس أن يكتب الطالب نصا متكاملا يقدم تفسيرات بصورة صحيحة أن يقيم الطالب كتابته بموضوعية وبدقة تذكر عزيز الطالب ما شرحناه في الحصة السابقة حول كل من الخصائص البنائية والأسلوبية للنص الذي يقدم تفسيرات أولا الخصائص البنائية للنص التفسيري تكون من المقدمة إلقاء الضوء على الظاهرة المراد تفسيرها أيضا العرض يشتمل ثلاث فقرات الفقرة الأولى تشتمل التفسير الأول والفقرة الثانية تشتمل التفسير الثاني أما الفقرة الثالثة تشتمل التفسير الثالث وأخيرا الخاتمة ثانيا الخصائص الأسلوبية للنص التفسيري استخدام المصطلحات الخاصة بالموضوع أحسنت بارك الله فيك أيضا كتابة جمل طويلة تتضمن سببا ونتيجة استخدام لغة تتسم بالموضوعية والحياد وأخيرا استخدام أدوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة وإليك الآن عزيز الطالب أنموذجا كمثال عملي لكتابة النص التفسيري ظاهرة اهتمام الدول بالطاقة الشمسية تعد ظاهرة الاهتمام بالطاقة الشمسية من الظواهر التي لجأت إليها العديد من الدول في العصر الحديث ويقصد بالطاقة الشمسية الطاقة المولدة من أشاعة الشمس عن طريق أجهزة تسمى بالخلايا الشمسية التي تحول هذه الحرارة إلى طاقة كهربائية ولكن ما سبب انتشار هذه الظاهرة بين هذه الدول؟ الآن عزيز الطالب انتبه معي إلى بعض العبارات التي كتبت في النص لنرى ماذا تمثل من الخصائص الأسلوبية أحسن تمثل استخدام مصطلحات خاصة بالموضوع وأيضا هنا العنوان ظاهرة اهتمام الدول بالطاقة الشمسية وهو أول عنصر من الخصائص البنائية وأيضا هذه العبارات التي بدأ بها النص بما نسميها أحسن المقدمة بارك الله فيك استكمالا للنص التفسير الأول تأكدت هذه الدول تأكدا تاما من نظافة هذه الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية لأنها طاقة طبيعية نظيفة لم يتدخل الإنسان في تكوينها تفسير الثاني هي طاقة رخيصة ويرجع السبب في ذلك إلى عدم ارتفاع تكلفة توليدها والنتيجة ذلك أصبحت متاحة للجميع التفسير الثالث سهولة وتعدد استخدامها لأنها تستخدم في أي مكان كذلك تستخدم هذه الطاقة استخدامات عديدة في المنازل والمطاعم والسيارات وغيرها ننظر إلى هذه العبارات التي وضع تحتها خط في هذه الفقرة ماذا تمثل؟ أحسن تمثل توظيف أدوات الرب في هذه العبارة ويرجع السبب والجملة كاملة ماذا تمثل؟ أحسن استخدام جمل طويلة تتضمن سببا ونتيجة بارك الله فيك وأحسن إليك كذلك هنا هاتان النقطتان ماذا تمثلان؟ أحسن توظيف علامات الترقيم بارك الله فيك أما هنا العرض ماذا يشتمل؟ التفسير الأول والتفسير الثاني والتفسير الثالث أحسن الله إليك ونفع بك ونذهب سوية إلى نهاية النص وأخيرا فالطاقة الشمسية طاقة نظيفة رخيصة متعددة لاستخدام لهذا السبب أوصيب أن توجه الأبحاث إلى اكتشاف الكثير من مزاياها واستخداماتها التي ما زالت تخفى علينا هنا يذين عبارة ماذا تمثل؟ أحسن أدوات الرب وهنا توظيف لغة تتسم بالموضوعية والحيال في قوله توجه الأبحاث إلى اكتشاف الكثير من مزاياها واستخداماتها إذن كل هذه العبارات التي اختتم بها النص ماذا تمثل من الخصائص البنائية؟ أحسن نسميها الخاتمة إذن الخصائص البنائية العنوان العرض الخاتمة أحسن الله إليك والآن افتح مصدر التعلم في الصفحة المبينة أمامك ثم أوقف المقطع واكتب موضوعا تفسر فيه ظاهرة اهتمام الدول بإعادة التدوير موضحا أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في العصر الحديث ومستفيدا من التفسيرات الواردة في النشاط السابق حان دورك أيها البطل لتقيم موضوعك بنفسك عد إلى مصدر التعلم إلى الصفحة المبينة أمامك وقيم نفسك بنفسك مستخدما عناصر التقييم وأخيرا أرجو أن تكون عزيز الطالب لديك الآن قدرة على كتابة نص يقدم تفسيرات بشكل صحيح ألقاكم على خير دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السبب نفسك